أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية من خلال تطوير الإطار التشريعي جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات وذلك على هامشي مشاركتي في اجتماعات قمة بريكس خلال الاجتماع أشار مدبولي أيضا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية حسب كل قطاع اشتركوا في القناة